السلام عليكم ايها الشعب العظيم وسط هذا الملل وسط هذا اللاشيء وسط هذا اللي ما في لا اخبار وسط انه الاجواء اللي انا وياك عاملين حالا انه مبسوطين على اساس ببطولة اليورو عم انتابع من هذا الكلام وعمليا لما منحكي ما حدا يتابع ولا حدا يهتم وعم نضحك على بعضنا يعني وكل اياتنا بنعرف هيك حارتنا ديئة ومنعرف فعض انه ناطرين نحن نصف النهائي والنهائي حتى نعرف من بطل اليورو بنخلص من هي القصة كلها وفوق هذا كله انه في بطولة يورو شغالة ولا عم نجيب س نهائيا ووصلنا لمرحلة من الجفاف العاطفي مع كرة القناة انه حاليا عم نعمل فيديو حتى نشوف انه ريال مدريد بيودع كذا لاعب برشلنا قريب انه يودع لاعبين نيكو وليمز واللي ما منع رثوين رايح مرة بيحكو لك ارسنان مرة بيحكو لك تشيلسي مرة بيحكو لك بارسن جرمان مرة بيحكو لك لا راح يكمل باسبانيا واللي دوخنا بمعنى الكلمة بس بكل الاحوال يا صديقي اما انك بصلت معنا لهذه المرحلة فازا اول مرة بشويتني على يوتيوب بشترك وفعل زر اشارات على الكل واذا كنت مشترك بالاساس فكترنا لايكات وشيرات بمعيتك يعني لانه التفاعل ميت ميت وفيه كمية تخاذل غير طبيعية عم نمارسها كلياتنا حاليا مع كرة القدم ومع المحتوى الكروي بشكل عام بس يا سيدي ما علينا بما اني ذكرتكم بامريكا بالمقدمة فمتل ما بنعرف حاليا البرازيل قدمت اسوأ بداية تقريبا بتقدمها بعد مع تعادلت مع كوستاريكا بلا شيء صفر مقابل صفر باسوأ اداء ممكن تشوفه للمنتخب البرازيل لكن بالنها هذا شيء ما بيقلل بانه ممكن المنتخب البرازيلي يروح ويوصل النهاية على الفكرة ليش الطريقة والمجموعة المتواجد فيها البرازيل ما هيواجه فيها ولا شيء صعب يعني بالمقدمة اذا قدر يتأهل كمتصدر فاموره سالك حتى النهائيا لا رح يواجه الارجنتين ولا غيره فغالبا يعني شوف تشعر ان البطولة مرتبة خلاص من الاخر البرازيل والارجنتين هن بالنهاية اذا البرازيل مناوية تلعب كرة قدم بالاساس على فكرة ببطولة ايطاليا كمان بتتأهل بهدف قاتل 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 بمعنى الكلمة بشباك كرواتيا تقريبا باخر دقيقة كمان اداء مانو هذا المبشر كتير بالنسبة للمنتخب الايطالي لكني بيعطيك اشارات انه اوكي والهدف القاتل وبهذا السيناريو بشباك كرواتيا هل ممكن يعملوها بياخد اليورو ما منعرف نترك الموضوع للمستقبل كده الاحبال اليوم كمان عنا مجموعة مباريات هنعرف فيها بقية المتأهلين بشكل نهائي على مستوى يورو 20-24 بس يا صديقي اكيد ما انا عمل هذا الفيديو حتى احكي لك عن اليورو عن ك كوبة امريكا انما هي السردة وطلعت معي لانه عن جدا انا مالل بمعنى الكلمة خلينا نشوف شو صير باخبار الانتقالات وانا بعرف وانت بتعرف وجارك بيعرف صديقك بيعرف بانه شو وضعية نيكو ويليامز اخي هذا اللاعب لين رايح من الاخر كل يوم يوتيوبر بيحكي لنا قصة وكل يوم ناسين بيحكي لنا قصة وكل شوين نسمع من جيرارد رومير وقصة ومرة منشوف انه ديكو حسم الصفقة ومرة منشوف انه ديكو لا اولويته لا دياز من نادي ليفربول مان ما علينا يعني هذا الموضوع كله مؤجل حتى يدخل الشهر الجديد ليش حتى تبدأ السنة المالية الجديدة ويعرف برشلونة حاله انه دخل بقاعدة واحد مقابل واحد بس ويليامز يا صديقي اللي احكي لك شو قصته وليش القصة كلها ضايع ومعرفة انه نحن لين رايحه اول شي خليني اكد لك او جاوبك هل في اهتمام من بارس سنجرمان في اهتمام هل هو اهتمام حقيقي ومتقدم لأ مانا متقدم يعني مين المهتمين الحقيقيين حاليا باللاعب ثلاث اندية ما في غيرهم بر اعلم مهتم باللاعب هو اولوية من اولوياته هل في نادي ثاني نعم وله هو تشيلسي هل في نادي ثالث نعم وله هو ارسنال غيرهم ما في نحكي كاولوية نحن طيب ليش ما حد عم يحسم الصفقة حكينا مبارح بس اليوم حبي بيك فصل لك اكتر مو عم حكي لك وصلنا للمرحلة من العبثية ولا شيء نصرنا نحكي باي شيء يعني وداعيات وما وداعيات حاليا نيكو ويليامز هو على الرادار برشلونة اولوية بالنسبة لاخوان لابورتا ولا الادارة الرياضية بس ما لا اولوية لديكو ديكو اللي من نوقت ما استلم مكان ماتيو اليماني كان اليماني كان اسمه هادي اللي كان يحسم صفقات بشكل سريع ما شاء الله والله نزيد اسمه المهم الثعلب يعني من الوقت ما راح هداك الشخص ديكو كل ما دخل على صفقة بيفشلة فمن يحمانه من اولويته فلهيك انا خايف انه غالبا ويليامز يكون بالنهاية لبرشلون على فكرة المهم برشلون ما بيقدر لا يفعل شرط جزائي والهي هو قيمته خمسين مليون جنيه استرليني تقريبا يعني قرابة خمسة وخمسين إلى خمسين مليون يورو حتى يبدأ الشهر الجديد ومعها تبدأ السنة المالية الجديدة ومعها بيعرض برشلون حاله ان نرجع لقاعدة واحد مقابل واحد اكيد هيرجع لقاعدة واحد مقابل واحد غالبا ايه هلا ليش لانه في عقد رعاية الجديد مع شركة نايكو اللي هيكون رقم تاريخي ما تسجل بتاريخ اي نادي على مستوى كرة القدم هيكون مبلغ كبير حتى اطلقاء ادارة برشلونة التجديد مع سبوتيفاي ايضا فيه قصص كتير وفيه مبيعات جايين للان هنحك غالبا مجموعها هيشكل قاعدة واحد مقابل واحد في ذلك برشلونة من هون لخمس ايام اذا ما في نادي دخل على الصفقة غالبا نيكو ويليامز هيكون اقرب لنادي برشلونة هيكسروا عقده ويشتروا اللاعب هيك الوضع العام وايضا اذا خرج جرافينيا ليش جرافينيا ممكن يخرج هلا بنحكي عنه بعد شوي طيب شو بالنسبة لبقية الاندية تشيلسي وارسنال شو قصتهم هدول الناديين منوا مستعجلين بالاساس بتفعيل شرط جزائي بعقد نيكو ويليامز لسبب الرئيسيين الاول هو راتب اللاعب وحكيته اولا مشان نخلص منه لانه هو مانه اولوية كبيرة اوكي متطلباته كبيرة ووكيل اعماله وطمعانه وبدو يعمل من وراء يعني لحظة اصبع متلا بنحكي بدو يعمل من وراء رشين مرتبين بس هيبني هاي ما انا عائق يعني بالنسبة لاندية الدور الاندية الموضوع عادي طيب كسر عقده جزائي هل هو كبير بالنسبة لاندية لانه اغلب الصحفيين بنشوفهم عم يحكوا يا ناسين بانه كسر عقده جزائي هو المشكلة هو مو كسر عقد وليس شيراء شو الفرق حاجات الموضوع البارح هوضح اكتر اه لانه في ناس التبس عليها الموضوع انت حتكسر عقد لاعب من الدور الاسباني وانا عفكرة ما كنت بعرف هاي المعلومة انه باسبانيا حصرا كسر العقد بيندفع دفعة واحدة انا كنت بظن بانه بكل الدول بيندفع دفعة واحدة لا باسبانيا اما بغير دول ممكن بانجلتا مثلا تكسر العقد لكن تتفهم مع النادي انه انت لأ حتدفع على مستوى دفعات احكي لك مثال ديكلر ريس اشترى نادي ارس احصل بقريب المية وعشرة مليون يورو تقريبا اكتر بمية مليون جنيس تريني فالمبلغ ضخم بس الارسنان ما راح دفع المبلغ كله لا اتفق مع ويست هام يونايتد انو انا بعطيك المبلغ هاي المية مليون يورو مثلا على ثلاث دفعات بثلاث سنوات مختلفة ربما يكونوا ما دفعوا شي باول سنة الله اعلم لكن غالبا دفعوا دفعة كبيرة باول سنة وفي دفعتين هاي السنة والسنة الجاي او اللي بعدها حيدفعوها يعني مقسم على ثلاث سنين ودفر ريقين هو هيك الموضوع حيمشي لكن لما تكسر عقد لاعب مثل ميكا ويليامس حاليا بدك تدفع الكسر كامل مثل ما هني تكة واحدة ليش لانه هو بيلعب باسباني هو لاعب باسباني فانت عم تتعامل مع نادي اسباني باسباني لا الكسر مرة واحدة ما فيك تقصى تعاكس شراء اللاعب اللي ممكن تعمله قاعدة الاهلاك وتقسمه على عدد سنوات عقد اللاعب اللي هتشتري فهي المشكلة اللي موقف الانديا الانجليزي ارسنال والشيلسي طبعا بالاضافة لمجموعة الضرائب وما الى ذلك فهي الامور كلياتها عم ياخدوها بالحسبان انه اذا حسنا نشتري نحنا لاعب تاني غير نيكا ويليامس بيكون افضل بالنسبة لانه حنكسر عقده يعني وحيكون الموضوع مربك انه بدنا ندفع المبلغ دافعة وحدة فهذا حيقيدنا بسوق الانتقالات فقط هذا موضوع الكامل لوين بتتوقعوا لا تسألني لا انا بعرف ولا انت بيعرف لك ويليامس نفسه ما بيعرف يا جماعة فمشان الله لانه عن جيت هذا اللاعب دوخنا بكل ما تحمله الكلمة من معنى بس اذا ما نضل شوي بما انه جبنا سفيرة تشيلسي وبرشلونا بالخبر السابق خلينا نشوف انه مارك جوي واللي كان المفروض انه يخرج الى نادة تشيلسي تغير شيء لا ما تغير شيء حاليا بحسب فابريزيو رومانو واغلب الصحفيين تشيلسي ومارك جوي ينتقلان الى المراحل النهائية بخطة واضحة تفعيل الشرط الجزائي البالغ ستة مليون يورو الاعمال تجري الامور تحدث بحسب فابريزيو رومانو اذا غالبا ربما ينزل هذا الفيديو ويكون مارك جيو او جوي كل واحد يحكي لك اس اسمه شكل بغض النظر يعني بس انه يكون اللاعب اللي نادة تشيلسي بشكل رسمي طبعا فيه ناس عم تتحسر كتير من دارة برشلونا بانه والله لاعب وكذا وكأنه هن فاقديم ميسي بالنهاية هو موهب اكتر من رائع بكل تأكيد لكن خلاص يعني منه هاد الموهب اللي ينزعل عليها بكل امانة مبدئيا وربما يروه معه هن يصير مارادونا انا ما بعرف يا جماعة بشان نكون بالصورة يعني بس مبدئيا خلاص يعني ما انه بينزعل عليه لهي الدرجة متل ما عم يروج البعض بكل طيب فيه عندنا لعب تاني ميكايل فاي واللي كان المفروض يروح لبورتو شو صار فيه اللي صار فيه انه حاليا برشلونا وبورتو بيضع اللمسات النهائية على الصفقة قديش هيدفع بورتو لنادي برشلونا خمسطعاش مليون يورو طيب اه فابريزو رومانو شو بيحكي لك احدة النقاط الرئيسية لاتمام صفقة ميكايل فاي الى بورتو هي شرط الجزائي المستقبلي الذي سيتم ادراجه في عقده مع نادي بورتو هلأ انا ما فهمتك الامانة مية بالمية شو اص غيره وغيراته مثلا وصلتني الصورة بطريقة مختلفة بس بجوز فابريزو ما ما صاغها بطريقة واضحة او ربما انا ما فهمتها لكن الواضح بانو برشلونا حابب يدرج اه شرط اعادة شراء مثلا مثال يعني فلذلك بيكون ضمن شرطه الجزائي احقية لبرشلونا باعادة الشراء هاي هي الفكرة كلها اللي مختلفين عليها برشلونا وبورتو حاليا لكن متفقين متفقين على كل شيء ميكايل فاي عمليا هو لا عمل لنادي بورتو وانتهى الامر لكن احنا منتظر رسمي ويتفقوا بس على هاي التفصيل لا اكتر ولا اقل اذا ماركي قوي الى تشلسي ميكايل فاي الى نادي بورتو ديكو ويليام ازا حد الان ما احدا بيعرف لا انا ولا انت لو واس يا صديقنا احنا مضطرين شوي نفوت على سوق الانتقالات السعودي لانه منشوف نادي الهلال حكينا عن هاد الموضوع عن هاي الاشاعة وان هاد الخبر قبل يومين تقريبا بانو تواصل مع ادارة برشلونا عشان شراء اللاعب رافينيا الجناح البرازيلي الايمن ولا الايسر هو ايمن وايسر بيلعب بالجبهت يعني متل ما حكينا جيسوس هو نفسهم هو اللي تواصل مع بيئة برشلونا وتواصل مع اللاعب وحاول يغريب الموضوع والامور اكتر ما ممتازة يعني اغروب عاقد اكتر ما ممتاز طيب شورد ادارة برشلونا ما عنده مش لتبيع اللاعب بشرط الا يقل العرض عن تسعين مليون يورو وغالبا الان ادارة الهلال بتفكر كونه جيسوس مصر انه يجلب اللاعب رافينيا انه اه ممكن احنا اللابيله ورغبته وندفع تسعين مليون يورو هيك الهلال بيستفيد جلب اللاعب الل اللاعب اللي بدوياء المدرب نفسه ولباله ورغبته رافينيا ممكن ياخذ راتب اعلى ممكن كذلك الامر ولو اني انا ما بحبذ هاي النقلة يعني من برشلونا الى هلال لانه كمان برشلونا بالنهاية يعني عفوا اني رافينيا بالنهاية عم يقدم مستوى ممتاز وربما هو واحد من افضل اللاعبين اللي قدموا مع نهاية الموسم مع برشلونا وكان تقريبا هو الشمعة المضيئة بنادي برشلونا وبالنسبة لبرشلونا بدخل تسعين مليون يورو واللي هو رقم ما كان بيحلم فيه يا جماعة انت اخدته واتناطحت ارسنل عليه السنة الماضية او قبل الماضية وقدرت تاخده وخطفته بنهاية سوق الانتقالات من ليتز يونايتد لكن انت حتبيعه باكتر مما اشتريته يا صديقي يعني انت ربحان بالنهاية فانت حتعدل اوراقك المالية حتكون امورك المالية اكتر ممتازة وبهي الحالة ممكن تروح وتفعل شرط نيكو ويليامز الجزائي هاي النقطة كل الحوصل اللي غالبا ليش عميكون الموضوع كله مرتبط ببعضه مثل مبدأ الدومينو تقريبا ببرشلونا او حتى ب غير ببرشلونا على فكرة هل ممكن بعض الناس تحكي لك بس يا نسيم يا اخي رافينيا والله قدم اداء اكتر من رائع بالفترة الاخيرة اوكي لكن بنهاية تسعين مليون يورو يا صديقي والله مبلغ يستحق يعني مبلغ يستحق يعني اما بالنسبة لرافينيا انه ما بينزعل عليه لا اكيد اللعب بينزعل عليه والله الاداء اللي قدمه باخر الموسم بيبشر اذا في نعب كان ببرشلونا بيبشر عادة عن ما بحكي انا الامين جمال وبيدري وقافي وكذا لا 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 انا بحكي عن غير غير الاسبان يعني فع اكتر من رائع ولاعب تقدم بشكل كبير لكن بالنهاية مثل ما حقانا تسعين مليون يورو اذا تحققت مو اكيد فهو مبلغ اكتر وممتاز بالنسبة لادارة برشلونا بس اذا نروح شوي لعند ريال مدريد نشوف انه مثل ما برشلونا عم يودع لاعبين وربما التالت يكون على الطريق فريال مدريد كمان ودع لاعبين وكذلك التالت على الطريق اول لاعب اللي هو مثلا بنعرف ناتشو فرنانديز رسميا حكينا عن الموضوع البارحة انه اذا القادسية استعودية والامور تمت ب بشكل رسمي ريال مدريد اصدر بيان بانه ودعية لناتشو فرنانديز وشكر له تقريبا يا جماعة قدق قرابة 23 او 24 سنة مع ريال مدريد كاكتر لاعب بتاريخ نادي ريال مدريد بيقضي حياته كاملة مع النادي كاملة يا جماعة يعني هو دخل مع الناشئين والان هو شو بيرحل خلص خلص يعني خلص مسيرته مسيرته كاملة كاملة 24 سنة تقريبا كاكتر لاعب بظل مع ريال مدريد بتاريخ كرة القدم ايناتشو طبعا نشر من ناحيته انه اتمنى ان يذكروني الناس في نهاية الامر على انني ابن المدرسة الذي حاول تقديم كل شيء او حرفيا يعني عشان ما نحور اريد ان تتذكروني دائما بابن المدرسة الذي قدم كل شيء لهذا النادي مثل انه عم يشكرونه وبيتمنى انه الناس تذكروا كحدة كان وفي وحاول يقدم كل شيء لنادي ريال مدريد طيب كمان عنا لاعب تاني بالتوفيق بكل تأكيد لناتشو فرنانديز لاعب اكتر من رائع جوكر بكل امانة انا بكن له مشاعر وكأنه كان يلعب بالنادي اللي انا بشجعه بكل امانة يعني ناتشو محبوب جدا يعني الجوكر اللي كان يلبي النادي بأي موقف بأي انكان الناس في بعض الناس حاولوا تتصيده ببعض الهفوات لكن دائما كان يثبت ويرجع وبدك يا ظهير بيلعب بدك يا قلب دفاع ايمان بيلعب ايسر بيلعب بدك يا مهاجم حارس مر ما بدك واحد يجيب الطاباتي يمسح باللور النادي شغال شو بدك شغال حبيب عنا اللعب تاني اللي هو خوسيلو خوسيلو اللي كان المفروض ريال مدريدي فعل شرطه جزائي بواحد ونص مليون يورو متل ما بنعرف بهي الطريقة بيقدر ريال مدريدي فعل شرط الشراء عفوا ويسوي لعب لريال مدريد اللي حصل انه حاليا ننتقل الى الغرافة القطري طيب شو اللي صار اللي صار بانه ريال مدريد عشان يسهل عملية الخروج باقصى سرعة فعل شرط الشراء وبنعوه للغرافة بنفس السعر الفكرة بس تسهيل امر يعني عشان ما يفوتوا بتعقيدات ويتفاوضوا اندي وما اندي خلص اخي انا اشتريته وبعده بنفس اللحظة مباشرة لنادي الغرافة القطري كذلك نزل نادي ريال مدريد بيار رسمي بيشكر فيه خوسيلو على كل شيء قدموا لنادي ريال مدريد واكيد كمان خوسيلو بيخرج مبواب كبير لانه جلبوا تقريبا بالنهاية لاعب طوارئ حياني احتياطي لما منعتازك ممكن تعمل شيء لكن كان اكيد عام المؤثر بالنسبة للخ بيخرج من بواب كبيرة ومن اوسع الابواب لنادي الملكي ريال مدريد بالتوفيق لخوسيلو هذا اللعب اللي تقريبا كلياتنا بنحبه يا جماعة هاي النوعية من اللاعبين انا دائما بذكر اني انا بحب احيانا نكون اي فريق عنده هذا النوع من المهاجمين هذا المهاجم اللي بتنزله انت بيحرق لك الملعب بيضال عم يعطيك قدب لك نزله خمس دقايق بيعطيك فيه هون قد عشرين دقيقة بدي يحاول يثبت كل شيء عنده بالنهاية حقق حلم خوسيلو رجع اللعب لريال مدريد وكان عامل مهم جدا بحسم الخامس عشر بالنسبة لنادي الملكي وخرج من اوسع الابواب عن جد مسيرة حلوة يعني سبحان الله نهاية مسيرته بتخليك تذكره خلاص هذا الرجل بيظل عالق بالاذهان بشكل دائم ولو انه ما لعب كتير مع ريال مدريد بس بنهاية كانت مسيرة اكتر من رائعة حاليا هو لاعب لنادي الغراف القطري بشكل رسمي 100% فعن لاعب ثالث كمان ممكن انه ريال مدريد يودعه بالفترة القادمة حكينا عنه ايضا باخر فيديوهين واللي هو رافا مارين رافا مارين واللي اتمنى منعرف نادي نابولي بيسعى لاستقدامه من النادي الملكي ريال مدريد في قول فابريزورو منه انه توصلوا نابولي وريال مدريد بالفعل لاتفاق مبدأ بشأن رافا مارين سيستغرق توقيعهما بضعة ايام حيث سيتضمنوا هيكل الصفقة ايضا بند اعادة الشراء سيوقع رافا مارين عقد طويل الامد في الايام المق اقبله مع نادي نابولي هيرويغو قريبة جدا اذا شو بيعني هذا الشيء بيعني انه قصة رافا مارين من ريال مدريد الى نابولي هي بتشبه وضعية اه اللاعب بس اتذكر ميكايل فاي من برشلونة الى بورتو اللي حكينا عنه قبل شوي نفس الشيء انه ريال مدريد بحاول يدرج بند اعادة شراء ففقط هم بتكون الخلافات انه كيف حتكون وضعية الموضوع كون حيوقع اه عاقة طويل الامد مع نادي نابولي او نادي جنوب الايطالي بالنهاية بالتوفيق لرافا م وانا بكل امانة هذا اللاعب تحديدا لما عملت فيديو عن مواهب ريال مدريد والكاستيا الناس اللي بتذكر هذا الفيديو ركزت كتير على رافا مارين انه نعم هو صعب تواجده مع ريال مدريد صعب كتير كمان مو بس شوي بكل امانة لكن ممكن يكون ممكن انه يكون له افادة بالمستقبل الله اعلم فلذلك ريال مدريد حاليا اللاحظه انه حاول عم يحاول حاليا يدرج بند اعادة شراء بخيار اللاعب الاسباني لانه ممكن يستفيد منه بالفترة القادمة طيب امر مرور سريع بال الخطأ مع باير منشن خبرين سريعين بس اول خبر عن هاكان شالهان اغلو شالهان اغلو اللي حكينا انه هنا من نادي انتر ميلان الايطالي كان مهتم في باير منشن بعد اقتراب صفق انهيار صفقة جواب باليني عفون من نادي فولهم بعد انه ما فولهم عثر الصفقة بشكل كبير لكن شالهان اغلو عملوا لقاء معه واكد بانه لا توجد اتفاقيات لا محادثات ولا مفاوضات نهائيا الامور اكتر ممتازة وبأكد بانه انا سعيد حقا في انتر ميلان ومتحمس لاحتمالية الفوز بمزيد من العقاب هنا مع انتر اذا ان شاء الله هنغلب بين في اي مفاوضات او اي نيضة الخروج الى باير منشن او حتى الى اي نادي غيره وهذا الشيء اللي بخلينا نفكر انه اه ربما معناها يرجع باير منشن ويحاول يتأقل اكتر بصفقة بالينيا من نادي فولهم واللي بيكل امانة انا بعتبره صفقة اكتر ممتازة ونيال اللي حيرحظ بخدماته بالينيا تحديدا لاعب اكتر من رائع الناس اللي بتابع الدورة الانجليزية بتعرف هذا الشيء بس في لاعب تان بعد حسم صفقة مايكل اوليز حقيت بانه سانيه سيرجي جنابري كنجيسلي كومان هدول اللاعبين ما بيستغرب لو خرج اي واحد منهم وفعلا اليوم بيخرج علينا الصحفي الشهير فلوريان بلاتنبرغ من المانيا بيأكد حصريا كومان كنجيسلي كومان موجود في قائمة بي اس جي المختصرة في هذا الصيف وقد جرت المحادثات الاولية من جانب اللاعب يعني بيأكد بانه صار في محادثات بيناتهم باريسين جيرمان اخد الازم من بيرميشن عشان يتناقش مع اللاعب وفعلا اتناقش معه وبيرميشن بيسمح للاعب الخروج في حال وجود عرض مناسب في فترة الانتقالات الحالية طبعا عقده حاليا حتى عام الفين وسبعة وعشرين مع نادي بيرميشن راتب الحالي تقريبا بيزيد عن خمستعاش مليون يورو بشيء بسيط تقييم سعره من اربعين الى خمسين مليون يورو باريسين جيرمان حاليا بيتبحث مع كنجيسلي كومان عشان اه يشوفوا هو شو رغبته من حيث مبدأ فكرة الانتقال الى باريسين جيرمان شو الراتب الممكن يتوقعه الاضافات ما الى ذلك اذا اتفقوا على هذا الشيء بينتقلوا هون بيتفاوضوا مع مين مع بايرن ميونيخ كونه اغدين اذنان بيتفاوضوا مع هون شو المبلغ اللي ممكن تتوقعوا من هاي الصفقة كذا كذا بيتفاوضوا بعدين اما بيتوصلوا الاتفاق او تنهار الصفقة بشكل كامل بنها يا حبي الكرام كانت مجرد جولة وعبثية وحرفيا لا شيء في ظل هذا الملل الكبير اللي عم نعمله يا جماعة شفتوا لوين وصلنا انه نعمل اخبار نحكي عن الاخبار اللي حكينا عنها قبل بيوم كمان من شدة المل يا جماعة صفي بس شغلة نصير نعمل فيديوهات نتكلم عن ازمة الطاقة اللي عم تمر فيها المنطقة حاليا بعد انهيار الطاقة عنها بسوريا لبنان على اضرب العراق على اضرب حاليا مصر كمان الله يعينكم يعني الوضع عن جد اكتر مما اساوي الله المستعان الله يرفع البلاء قولوا اللهم امين نشوفكم على خير ان شاء الله تعالى بفيديوهات قادمة والسلام للاحب الكرام